أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في الجزء الرابع والأخير في درس نموذج الكارثة البيئية العالمية الكويتية سوف نشرح في هذا الدرس نقطتين هما النقطة الأولى الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمنشآت النفطية والخسار الاقتصادية والبيئية المترتبة على عدوان النظام العراقي البعد لابد أن تفرق عزيز الطالب ما بين الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمنشآت النفطية والخسار الاقتصادية والبيئية بشكل عام على دولة الكويت سؤال الأضرار الاقتصادية يقول في أحد الامتحانات عدد الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمنشآت النفطية والصناعية نتيجة لاحتراق وتدمير الآبار الكويتية عام 1991 هتقول للنقطة الأولى تدمير شبه كامل للقطاع البترولي تدمير شبه كامل للقطاع البترولي حيث عمد العدو على تدمير هذا القطاع الذي كان له تأثير إجابي على الاقتصاد الكويتي في فترة الثمانينيات وبداية التسعينات رقم 2 تدمير معظم آبار البترول ومراكز التجميع ومرافق التصدير بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والبيئية التي تتمثل في حرائق النفط وهو يعتبر إهدار للثروة الطبيعية الرئيسية لدولة الكويت وخلق كارثة بيئية لم يشهد لها العالم مثيلا أيضا أعزائي الطلبة والطالبات جاء السؤال بشكل مختلف ترتب على عدوان نظام العراقي البائد لدولة الكويت أضرار اقتصادية لحقت بالمشآت النفطية والصناعية من خلال هذه العبارة حدد هذه الأضرار الاقتصادية أتوله تدمير شبه كامل لقطاع النفط حيث تم تفجير وتدمير أغلب آبار البترول ومراكز التجميع ومرافق التصدير أيضا أتكلم عن الآثار البيئية والاقتصادية المتمثلة في حرائق النفط وإهدار الثروة الطبيعية الرئيسية في الكويت وخلق كارثة بيئية لم يشهد لها العالم مثيلا أما الجزء الثاني في الدرس اذكر الخسائر الاقتصادية والبيئية التي ترتبت على الغزو العراقي لدولة الكويت الفرق ما بين السؤال السابق والسؤال التالي هو يبيهنا النتائج بشكل عام النقطة الأولى أعزائي الطلبة والطالبات إشعال وتدمير 737 بئر من أصل 1080 بئر النقطة الثانية تدمير ميناء الشحن وجزيرة الشحن الاصطناعية النقطة الثالثة تدمير كل لـ 25 مركز تجميع للبترول 84 مليار دولار تكاليف إعادة الإعمار في القطاع النفطي وتضمن ذلك تكلفة إطفاء الآبار التي بلغت حوالي مليار ونصف المليار بالإضافة إلى تأهيل الآبار لمعاودة الإنتاج وحفر آبار جديدة وإصلاح محطات التجميع والمواني البترولية والأرصفة أيضا الإضرار بالاحتياط البترول والذي لا يقدر بثمن حيث أنه يشكل رصيدا للأجيال القادمة لا يمكن تعويضه بشكل أو بآخر 120 مليون دولار يوميا قيمة المفقود من البترول والغاز الطبيعي أيضا أعزائي الطلبة والطالبات كانت هناك تأثيرات ليست فقط مادية بل أيضا تأثير صحي على الإنسان الكويتي والإضرار التي لحقت بالعناصر الأساسية للنظام الأيكولوجي العالمي والذي يحتاج لفترة زمنية طويلة لعادته للاتزان أو الوضع الطبيعي مرة أخرى سؤال أعزائي الطلبة والطالبات بشكل عام عن الدرس بيقولك كان لكارثة احتراق آبار البترول تأثيرا كبيرا على التربة في دولة الكويت إذن السؤال بيتكلم عن التربة من خلال هذه العبارة حدد الأضرار البيئية التي لحقت بالتربة هتتكلم له عن البحيرات البترولية التي أدت إلى تلوث التربة بالمواد البترولية وتعرض المحاصيل الزراعية والنباتات البرية والمراعي الطبيعية والحيوانات للتسمم نتيجة لزيادة تركيز المواد الهيدرو كربونية أيضا هتكلم عن حركة الآليات العسكرية والقنابل التي ألقتها الطائرات الحقت ضررا بالغا بالصحراء وساعدت على تفكيك التربة السؤال الثاني أعزائي الطلبة والطالبات كيف تم تنظيف التربة من الملوثات الهيدرو كربونية التي نتجت عن الكارثة أو ممكن يجي السؤال بصيعة أخرى كما أخذنا في السابق ما مقترحاتك لتنظيف التربة من الملوثات الهيدرو كربونية هتقول له نقل التربة وردمها في أماكن خاصة للنفايات أو خلط التربة بالمخصبات أو استخدام مذيبات خاصة تستطيع فصل الملوثات عن التربة أو سحب البترول من البحيرات إلى خزانات خاصة وأشكركم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدرس القادم عن جغرافية السكان ترجمة نانسي قنقر